بدأ عشرات المواطنين بالتوافد على مقر اللجنة الوطنية للانتخابات في مختلف الإمارات لإداء ملفات ترشيحهم في انتظار مراحل الفارز والطعون لمعرفة من سيمر خلال أكتوبر الانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الضفر بأصوات الهيئة الانتخابية الانتخابات التشريعية لهذه السنة ستكون مختلفة عن الدورات السابقة التي انطلقت عام 2006 عدى عن الإجراءات التنظيمية التي تسهل على الراغبين في تمثيل إماراتهم بالمجلس الوطني الاتحادي تقديم ترشيحاتهم ارتفع عدد ممثلي الهيئة الانتخابية التي تحدد من سيظفر بنصف مقاعد المجلس إلى أكثر من 224 ألف مواطن ومواطنة مقابل 135 ألفا عام 2011 ارتفاع سينعكس لا محالة على عدد المرشحين ونسبة المشاركة في انتخابات أكتوبر المقبل الثالثة في تاريخ دولة الإمارات العديد من المواطنين والمواطنات مقدمين للترشيح ونرى قبال جيد لليوم الأول العملية تمر بسلاسة وتنظيم مثل ما نرى هنا في المقر في بوظبي والمقرات الأخرى من التقارير اللي وارد إلينا قبل عام 2006 كان يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أما اليوم فيتم اختيار نصفهم عن طريق الهيئة الانتخابية في التجربتين السابقتين كان كل عضو في الهيئة الانتخابية أي الناخب يختار أربعة أشخاص يراهم مناسبين لشغل مقاعد الإمارة التي يترشحون عنها هذه السنة سيختار كل ناخب شخصا واحدا فقط تماشيا مع ما اعتمدته الدولة من آليات تطوير المشاركة السياسية ونضج الوعي الانتخابي الذي بدأ يتزايد نتائج التجربة ستحدد أكثر معالم الاستحقاقات المقبلة نتمنى أن الصوت الواحد يعطي كل ناخب إحساس بأنه يصوت صوته الوحيد وبالتالي يجب أن يختار بعناية طبيعة المرشح الذي يرغب فيه ونتمنى أن هذا يساهم في مسألة الاختيار الناضج للمرشحين وأيضا في تعزيز اللحمة الوطنية من خلال هذا الاختيار الذي يعتمد أساسا على مقدرات الشخص تبقى الأمال معلقة على رفع نسبة المشاركة في هذه الدورة إلى أكثر من الثمانية وعشرين في المئة التي سجلت عام 2011 وقد تم اتخاذ تذابير عدة لتحقيق ذلك كزيدة مراكز الاقتراع والتصويت المبكر لفئات معينة ونظام التصويت الإلكتروني لكن الأولوية تتمثل في رفع الوعي الانتخابي للمجتمع وحث أفراده على اختيار من يمثلهم بمختلف فئاتهم خاصة للشباب والنساء لسياغة القرارات التي تعنيهم بالدرجة الأولى أمين السرير سكاي نيوز عربية أبو ظبي